أعلنت الحكومة أنه تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فورا عقادة في شهر أكتوبر المقبل أوضحت الحكومة أنه سيكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من أول أكتوبر مؤكدة أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا نحو 60 مليار جنائها يشهد العماني الأخيراني أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ إبريل 2022 اهتمام كبير توليه الدولة بقيادة الرئيس السيسي للعمل الدائم لصالح المواطن وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين من خلال تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لهم ردود أفعال واسعة وإشادات كثيرة لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قرارات الرئيس السيسي جاءت بمثابة رسائل فرحاً للمصريين من بينها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل لدرجة السادسة وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافة هذه القرارات تعكس تقدير الرئيس السيسي للدور الذي قام به المواطن البسيط في تحمل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضعفت بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية من جهتهم أثمن المواطنون القرارات العديدة للقيادة السياسية والتي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر وخاصة صعيد مصر الذي عانى من التهميش على مدار عقود فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار في جميع محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى التي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل وهكذا تؤكد القيادة السياسية دائما أن الدولة لم ولن تدخر جهدا في سبيل دعم المواطن بكافة الطرق والإجراءات اشتركوا في القناة